انا عارف والله ان زهقتك بالمغرب بس غصبا عني لازم اقول واتكلم ودي الناس دي حقاها واصلا الكلام عنهم اليومين دول سرتهم اليومين دول حقهم اليومين دول فانت مستخسر فيهم اليومين دول طب انت كنت متخيل عزيز المواطن العربي ان احنا يبقى عندنا لعيبة في تشكيلة كاس العالم افضل تشكيلة في كاس العالم هتخلت في التاريخ كاس العالم عشرين عشرين قطر افضل تشكيلة فيها تلاتة لعيبة من المغرب تلاتة لعيبة عرب تلاتة لعيبة من افريقيا تلاتة لعيبة من ننا فيها اشرف حكيمي الراجل البرنس في نفسه الباشا فيها رومان سايس فيها سوفيان مرابط الراجل اللي ما بيعديش حد لو فيه دبانة مش هيعديها الراجل اللي بيلعب مية وتمانين ديها بنفس المجهود اللي هو اصلا كاس العالم لو فيه زمان تشكيلة للضحك كنا نخش فيها يعني لو فيه تشكيلة لأفضل ضحك في كاس العالم ندخل فيها لان احنا كنا بنروح شرفي نعمل اي حاجة كده حرقتين تلاتة ونرجع لا حبيبي المغرب خلتنا بقينا بنتكلم في مركز تالت ولا رابع خلتنا بقى عندنا لعيبة فافضل تشكيلة زابست في كاس العالم يعني دول افضل لعيبة في العالم في منتخباتهم في الدنيا ودي حاجة هتخلت في التاريخ وانجاز مش حاجة سهلة لان المغرب عملت انجاز فبالتالي لعبتها لازم تبقى هنا ومش عايزنا اقول الكلمتين دول في قلبي للناس ديت الناس دي عم رفعت راسنا ولازم نديهم حقهم لو ما خدوش حقهم دلوقتي مش هيخدوه بعد كده كل اللي نقدر نقوله دلوقتي فيفا موروكو ترجمة نانسي قنقر